اشتركوا في القناة خدنا قبل كده حصة فيها وشرحنا جزء من المنهج النهاردة هنكمل الجزء الثاني من المنهج أو الدرس الثاني طيب احنا متعاوزين ان احنا قبل ما نبتدي في الدرس الثاني أو قبل ما نشتغل في الدرس الثاني بنعمل مراجعة على الدرس اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت علشان يبقى فيه حلقة وصل بين الدرس اللي فات والدرس الجديد طيب زي ما احنا متعاوزين ان احنا المراجعة ما بنعملهاش مجرد عناوين أو ما بنعملهاش مجرد مراجعة سريعة لا إحنا بنعملها أسئلة وأجوبة ليه أسئلة وأجوبة؟ عشان نبقى بنتدرب من دلوقتي على أسئلة الامتحان وكل جزئية عندنا في المنهج هنبقى عارفين شكل السؤال اللي ممكن يجيلي عليها إزاي اتفقنا برضو إن إحنا مدتنا ومد نظري إنما إحنا اتفقنا إن إحنا لازم نكون فاهمين المادة العلمية لازم أكون فاهم المعلومة ليه أنا لازم أكون فاهم المعلومة؟ عشان أي جزء في الكتاب أو أي جزئية جيلي في الامتحان لو جات لي شكل أكمل أعرف أحلها جات لي سؤال مقالي أعرف أحلها جات لي صح وغلط أعرف أحلها جات لي اختار من بين الأكواس برضو أعرف أحلها ليه؟ لأن أنا فاهم المادة العلمية أو فاهم المعلومة مش مجرد إن أنا حافظ وداخل أمتحن وخلاص ليه؟ لأن إحنا اتفقنا إن موادنا تعتبر مواد ثقافة عامة مواد قانونية بتعرفني في المجتمع إيه حقوقي وإيه واجباتي وده درسناه من وإحنا في سنة أولى طيب تعالوا زي ما اتفقنا أول ما نتجي في الدرس الجديد هنتعرف على الدرس اللي فات ولكن في صيغة مراجعة أسئلة وأجوبة أول سؤال هيقول لي اعرف القرار الإداري لو جالي في الامتحان السؤال بيقول لي شكل مقالي أو ممكن يجبهولي مثلا شكل سؤال تعريفات أو اللي هو المصطلحات هيقول لي عارف القرار الإداري هقول له هو إفساح جهة الإدارة اللي بتكون مختصة في شكل معين بيحدده القانون مش في الشكل اللي هي عايزاه بتعبر عن إيه أو بتفسح عن إيه عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللواقح بقصد أن هي تحدث أثر معين اللي هو الأثر القانوني انت رابع ده جائز ومشروع وممكن قانونا وكان الباعث لي ابتغاء أو كان الباعث لي الصالح العام يبقى هو أن جهة الإدارة بيكون لها هدف أو بيكون لها حاجة عايزة تعملها أو قرار عايزة تطلعه بتطلعه في إيه؟ في شكل معين القانون هو اللي بيقوله أو القانون هو اللي بيحدده بتطلعه لأن هي ليها السلطة إن هي تطلعه طب لو أنا كجهة إدارة ماليش سلطة يبقى القانون هنا بيقول إن القرار بتاعك مرفوض وباطل ومش هيطبك على أنت بتطلعهم عليه ليه؟ لأن أنا ماليش سلطة إن أنا طلع القرار ده يبقى إن أنا بطلع القرار لأن ليه سلطة كجهة وأن القانون بيقول إنه ليه سلطة وبطلعه في الشكل المعين اللي القانون بيقول عليه ولازم يكون إيه جائز وممكن قانونا يعني ما ينفعش أطلع قانون أو ما ينفعش أطلع قرار إداري مخالف للقانون أو مخالف لإيه للدين أو مخالف للأداب العامة السؤال الثاني إيه هي أنواع القرارات الإدارية هقوله قرارات إدارية إيجابية وقرارات إدارية سلبية زي ما احنا متفقين أنا عندي هيل معلومة السؤال ممكن يجي لي إيه عرف القرار الإداري ثم أذكر أنواع القرارات الإدارية أم أنا خلاص عارف التعريف فهمه وحفظه وعارف القرارات الإدارية طيب ممكن تجيني أكمل ما هي أنواع القرارات الإدارية نقط ونقط هقوم أنا أيلاله قرارات إيجابية وقرارات سلبية طيب السؤال اللي بعد يبقى تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها أو من حيث عموميتها إلى قسمين أذكرهما واحد القرارات الإدارية الفردية وقرارات إدارية تنظيمية طيب هيقول لي عرف القرارات الإدارية الفردية ممكن يقول لي إيه هم أنواعهم مع تعريف كل منهم هقوله القرارات الإدارية الفردية زي أن الجهة بتخاطب شخص معين بتقول لشخص معين بتقول لي يا نوها أنا هطلع قرار ضدك بالفصل يا نوها أنا هطلع قرار بأن أنت يتم تعيينك في الجهة الإدارية دي يبقى قرار فردي لشخص معين بشخص باسمه يبقى هو قرار فردي لأنه بيطلع لشخص معين زي قرار تعيين أحد الأشخاص في وظيفة معينة أنا بطلعهوك قرار باسم الشخص ده طيب فيه بقى قرارات إدارية تنظيمية أو لائحية لهيه قرارات التنظيمية هي القرارات اللي بتتضمن قواعد عامة مجردة يعني مجردة يعني بتطبق على كل الأفراد زي بعد ما بتطلعش قرار لمجموعة من الأفراد ومجموعة تانية بقولهم لا مش هيتطبق عليكم يبقى هي بتخطب أشخاص محددين بأوصفهم ألا بذاتهم يعني بمجموعة من الأشخاص بوصفهم اللي هو وصف معين وممتتعلقش بحالات معينة بالذات وإنما بحالات محددة وبشروط اللي بيقولها إيه القانون زي لائحة المحلات التضرر بالصحة هو أنا هنا بتكلم على كل المحلات لا أنا هنا خاطبت مين أو طلعت اللائحة المين للمحلات التضرر بالصحة بحط لهم مجموعة من اللوائح أو القرارات بقول لهم ما يجب عليكم أنتم ايه تمشوا عليها السؤال اللي بعده الأصل أن يصدر اللائحة التنفيذية نقط مين هو قلنا رئيس الجمهورية طيب اللوائح نقط هي التي تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها بقصد إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة هي اللوائح التنظيمية عشان كده اسمها تنظيمية بتنظم كل المصالح أو بتنظم كل الحاجات الموجودة في المجتمع اللي بيكون الهدف منها ايه الصالح العام أو تنظيم المرافق العامة لأفراد المجتمع السؤال اللي بعده اللوائح التنظيمية تصدر بقرار جمهوري بقرار من مين؟ هقوله الإجابة رئيس الجمهورية إحنا لسه قالين لوائح التنظيمية وعرفناها طيب السؤال اللي بعده بيقولي لوائح نقط هي التي يصدرها رئيس الجمهورية بقصد المحافظة على النظام العام بمضلوله السلاسي بالتلات مضلولات بتوعه خلاص الإجابة هي لوائح الضبط ضبط جاية من اسمها يبقى بتطبط شيء معين أو بتنظم شيء معين داخل المجتمع بتطبطه يعني بتحطله قواعد بتقول إن هي دي اللي لازم نمشي عليها وهي دي اللي لازم تبقى متبعة يبقى هي اللوائح اللي بيصدرها رئيس الجمهورية بقصد إيه؟ بقصد المحافظة على النظام العام بمضلوله التلاتة نيجي للسؤال اللي بعده اللوائح إيه؟ هي قرارات إدارية بتصدر من رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية يعني هنا فيه ظرف استثنائي بيقول رئيس الجمهورية أنت اللي هتصدر القرارات دي وده في وجود مجلس الشعب عشان إحنا عارفين إن أي قرار اللي بيصدره مين؟ مجلس الشعب إنما هنا فيه حالة استثنائية قالت إن رئيس الجمهورية هو اللي هيصدر القرار في وجود مجلس الشعب وطبعا ده بيبقى مناء على تفويت خاص من المجلس وطبعا بدوابط معينة بيطلع له تفويت بيقول له ماشي رئيس الجمهورية أنت اللي هتصدر القرار ده في وجودنا إحنا كمجلس شعب بطلع له القرار وبقول له ليك دوابط معينة ما ينفعش إن أنت تتعداها لأن الأصل مين اللي بيصدرها؟ مجلس الشعب يعشان كده أسمع لوائح تفويدية هي بتبقى تفويت لرئيس الجمهورية في وجود مجلس الشعب بيطلع له تفويت قلنا في حدود إيه؟ بضوابط معينة السؤال اللي بعدين لوائح إيه؟ هي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة بقى مجلس الشعب ليه؟ عشان يواجه ظروف استثنائية لا تحط مال للتأخير وذلك بضوابط معينة يعني فيه ظروف دلوقتي في البلد فيه وباء فيه حالة حرب فيه حالات استثنائية في البلد ما تحتملش بتأخير ما ينفعش أستنى لما مجلس الشعب ينعقد سواء بقى كان في أجازة أو سواء كان في حالة حله بيتعامل انتخابات لأعضاء تانية ما ينفعش أستنى لما مجلس الشعب ييجي عشان يطلع له القرار لا أنا هنا في حالات دي حالة اسمها ضرورة بيجي رئيس الجمهورية عشان يطبط عملية معينة داخل الدولة لأن فيه حاجة ما تحتملش التأخير السؤال اللي بعدين إيه هي أركان القرار الإداري ممكن تجيلي نقط ممكن تجيلي بسؤال مقالي هقول له ركن الإختصاص ركن الشكل ركن السبب ركن المحل ركن الغاية يبقى عندي خمس أركان من أركان إيه القرار الإداري نقط هو السلطة أو الصلاحية القانونية لإصدار القرار الإختصاص أنا دلوقتي كشركة أو كهيئة أو كمؤسسة أنا مختصة بإصدار شيء معين ليه؟ لإن أنا اللي ليه السلطة أو اللي ليه الصلاحية في إن أنا أصدره يبقى أنا اللي من حق إن أنا أصدره يبقى هنا الإختصاص معناقي أنا مختصة بشيء معين يعني أنا اللي ليه الصلاحية أو اللي ليه السلطة في إن أنا أصدر القرار ده خلاص؟ يعني إحنا لسه قلين إن القرار ما يفعش يصدر إلا بإيه بصلاحية قانونية يعني القانون هو اللي بيقول لي ان ليه الحق ان انا اصدره السؤال اللي بعمل نقط هو القالب الذي يصب فيه القرار الاداري الشكل احنا دلوقتي عندي قرار اداري انا في الاخر بقول ايه ده قرار الاداري يبقى لازم يكون ايه بيصب في شكل معين واتفقنا واحنا بنعرف القرار الاداري ان ايه ان القانون هو اللي بيحدد الشكل ده او القانون هو اللي بيقول ايه هو شكل القرار الاداري قد يكون القرار الاداري نقط او نقط القرار الاداري قرار إداري ممكن أطلع قرار إداري مكتوب يعني في شكل ورقة وقلم وبنشره في كل الجهة أو في كل المكان ده بقول لهم ده قرار جديد لازم تنشو عليه أو تطبقوه كموظفين أو بقوله شفاهة ليه ممكن يكون ما يحقناش نكتبه مش مستدعي إن أنا أكتبه القرار مستعجل ما يحتملش التأخير فلازم أقول القرار عشان يتم تنفيذه أو يقول الموظفين تنشو عليه يبقى القرار اللي ممكن يكون مكتوب ممكن يكون شفاوي طب السؤال اللي بعدين نقط هو الحالة الواقعية أو القانونية اللي بتدفع جهة الإدارة إلى اتخاذ القرار إيه هي سبب القرار الإداري ما هو لو ما فيش سبب جهة الإدارة دي هتطلع القرار ليه إذا ما كانش فيه سبب ما فيش داعي يخليني أطلع القرار يبقى لو ما فيش داعي أو ما فيش هدف أو ما فيش سبب أو ما فيش غاية زي ما قلنا في التعريف يبقى ما ينفعش أطلع قرار إداري لأنه مالوش سبب عشان احنا عرفنا في الدرس اللي فات أنه لازم يكون القرار مسبب يعني لازم يكون القرار طالع ليه سبب أو ليه هدف أو ليه غاية بناء عليها الجهة دي طلعت القرار الإداري السؤال اللي بعدين نقط هواعلة وجود يعني سبب وجود القرار الإداري قلنا إيه هو السبب يبقى السبب هو الهدف أو الغاية أو اللي خلاني أطلع القرار الإداري وزي ما انت لسه إلينا هدو الوقت عدم وجود السبب ما يخلينيش أطلع القرار إيه الإداري نقط هو الحالة القانونية أو الواقعية أو المادية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإجابة السبب زي ما لسه قالين هو الحالة القانونية إن فيه حاجة معينة ما بتحتملش التأجيل أو حتى لو كانت بتحتمل التأجيل إنه ما احنا بنطلع لها قرار إداري دلوقتي عشان يتم تنظيم العمل داخل إيه الجهة الإدارية يبقى السبب هو الحالة القانونية اللي بتخلي جهة الإدارة أو بتدفع جهة الإدارة لإيه إنها تطلع قرار إيه إداري طب السؤال البعادية نقط هو إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية أنا دلوقتي في عندي حالة معينة عشان أقول عليها إن هي قانونية بعمل لها إيه بعمل لها تكيف يعني إيه تكيف يعني بكيفها أو بهيأها بحيث إن هي تبقى وقاعة قانونية ويطلع عليها إيه قرار إداري يبقى التكيف هو إني بدرك حالة أو وقاعة قانونية في شكل قانوني عشان بناء على إيه تعتبر فكرة قانونية وبطلع عليها إيه سبب أو بطلع عليها إيه بكلها هدف بناء على إيه بطلع عليها قرار إداري نجري السؤال اللي بعده عرف محل القرار الإداري هو الأثر القانوني المترتب على هذا القرار الإداري يبقى هو الأثر اللي بيبقى مترتب على القرار الإداري اللي هو محل القرار الإداري طب إيه يا بقى شروط محل القرار الإداري إحنا قلنا هنا ممكن يجيلي السؤال إيه عرف محل القرار الإداري ثم أذكر شروطه بشكل من الإيجاز يبقى أنا عارف تعريف القرار أقوم كاتب التعريف لأن أنا فهمه بقى وحفظه زي ما اتفقنا وبعد كده قم كاتباله ده أعتبر سؤال مقالي قم كاتباله الشروط بتاعته إيه اللي عندي طب إيه يا بقى شروط محل القرار الإداري لازم يكون محل القرار اللي هو إيه بقى محل القرار اللي سأيلينه اللي هو إيه اللي هو الشيء اللي بناء عليه أنا عملت القرار أو أصدرت القرار اللي هو السبب اللي خلني عملت القرار لازم يكون إيه ممكن هو ينفع أطلع قرار إداري على حاجة مستحيلة أو على سبب مستحيل لأ لازم يكون محل القرار إيه ممكن اتنين لازم يكون محل القرار الإداري جائس قانونا يعني إيه جائس قانونا يعني شيء يجوز أنه هو يتعامل فيه قانونا يعني ما يفعش يكون شيء مخالف للقانون أو للنظام العام أو الأداب العامة لأنه لو كان شيء كده يبقى هنا القرار الإداري يعتبر إيه باطل هنيجي بقى للسؤال اللي بعد دي ما هي وسائل تحقيق علم الأفراد بالقرار الإداري هي الأفراد بتعرف إنه فيه قرار إداري إزاي بالنشر إن يتم نشره في وسائل التواصل بيتم نشره مثلا في الجرائد الرسمية بيتم نشره عن طريق إعلانات اللي هو تاني حاجة إعلان بيتعمله إعلانات في الجرائد في المجلات الرسمية مثلا بيتعمل شغل ورقة وبيتحط على حوائط أو الباب بتاع مثلا المكان أو المؤسسة اللي أنا شغالة فيها يبقى النشر والإعلان والعلم اليقيني يعني إيه علم يقيني زي ما قلنا مرة اللي فاتت بقى لو فاكرين العلم اليقيني معناه إن أنا عارفة إن بالفعل صدر قرار هو ينفع أولي أنا بيتهايقلني شيء قرار صدر بيقول إن أنا ما ينفعش مثلا أخرج من الشغل المغير معمدي مثلا الانصراف ينفع حاجة زي كده طبعا لأ لازم أكون عارفة كويس قوي وعندي علم يقيني ومتأكده إن صدر قرار بالفعل بيقول إن أنا ما عملش الحاجة دي أو إن أنا أعمل الحاجة دي يبقى لازم يكون إيه فيه نشر فيه إعلان فيه إيه علم يقيني السؤال اللي بعدين إلغاء القرار الإداري قد ينصب على القرار بأكمله وقد ينصب على إيه جزء منه يعني أنا ممكن ألغي القرار الإداري يقيم ما بلغي القرار كله يقيم ما بلغي جزء يبقى أنا من حق كجاه إدارية أنا اللي طلعت القرار يبقى أنا إيه ألغي القرار كله يقيم ما ألغي إيه جزء من القرار نصه أو أغلبه أو أغلب مواده على حسب ما أنا كجاه إدارية أشوف بلغيه بحط غيره أو بلغيه ما بحطش غيره أصلا السؤال اللي بعديه قد يكون إلغاء القرار الإداي نقط وقد يكون نقط ممكن يكون القرار صريح أنا طلعت قرار بيقول إن القرار ده مالهي يبقى أنا طلعت قرار بقول إيه إن التأخير مثلا عن العمل عشر دقائق بعد كده يعتبر غياب عن العمل مثلا أنا طلعت قرار بكده كجاهة إدارة ممكن أطلع قرار أقول إيه إن مثلا إن الشقم أي تأخير عن العمل ولو تبقية واحدة يعتبرت غياب عن العمل يتم التقفيةặcية مثلا يعتبر شيخ أها شخص غائبة عن العمل يبا في الحالة دي أنا قلت صراحة الأهو الغاء القرار أما دمني معنات إن أنا كجهة إدارة اتصرفت تصرف تفهم منها إن القرار دا مالغي أنا ما قلتش أهو إنما تصرفت تصرف تفهم منه إن القرار إيه مالغي يبقا الغاء القرار ممكن يكون صريح وممكن يكون دمني هنجي إلى السؤالية لبعده نقطة القرار الإداري هو قيام جهة الإدارة بإنهاء الأثار القانونية للقرار الإداري بالنسبة للمستقبل والماضي اللي هو السحب أنا صدرت قرار كجهة إدارة بسحبه يعني إيه بسحبه؟ يعني بقول أنا مش هرتب أثاره نهائياً ولا في الماضي ولا في المستقبل إنما الإنغاء أنا بسحبه ولكن ممكن يترتب عليه أثار في المستقبل إنما السحب لا أنا بسحبه تماماً يبقى ولا ليه أثار في الماضي ولا ليه أثار فين؟ في المستقبل ده تم سحبه بشكل ايه نهائي طب عرف بقى المرافق العامة كده احنا دخلنا في درس المرافق العامة وبنعمل اعادة عليه عشان هنكمله باذن للنهاردة هي كل مشروع بتكون بجهة الادارة بنفسها او بواسطة الافراد تحت رقابتها اللي بيكونوا تحت رقابتها واشرفها بقصد ايه اجباع حاجة عامة للجمهور يبقى انا كدولة او كهيئة بصدق قرار او بعمل مرفق عام ايه هدف يبقى من المرفق العام ما احنا قلنا كل حاجة نازم بيبقى لها سبب ايه هدفي من المرفق العامة وايه سببه ان انا بخدم فئة معينة من الناس او بعمل حاجة بتشبع حاجات ايه الناس في المجتمع يبقى يا اما الجهة نفسها جهة الادارة بنفسها هي اللي بتعمله يا اما بتقول للافراد اللي شغالين تحت رقاساتها واشرفها هم اللي مين هم اللي يعملوا ايه المرفق العام ده طب ما هي عناصر المرافق العامة ايه المشروع واستهداف طبعا النفع العام ان هو بيخضع للسلطة العامة ما هو كل شيء لازم يكون لها ايه؟ قانون بيخضع عليها او بيمشيها يبقى اول حاجة ان هو هيكون عبارة عن مشروع تاني حاجة الهدف منه النافع العام تالت حاجة بيكون خضع لمين للسلطة العامة عشان احنا لسه direnين مين اللي عملوا السلطة العامة يبقى السلطة العامة هاي اللي بايه؟ بيخضع عليها او لايه؟ لاشرافة طيب ما هي انواع المرافق العامة؟ ممكن يجي لي تعريف السؤال يقول لي عرف المرافق العامة ثم أذكر أنواعها هقول له الأنواع مرافق اقتصادية والمرافق ذات الشخصية المعنوية ومرافق لا تتمتع بها طبعاً لا تتمتعش بالشخصية المعنوية ثلاثة المرافق القومية والمرافق المحلية طب ما هي معيير تمييز المرافق الاقتصادية عن المرافق الإدارية بقى واحد معيار القانون المطبق اثنين معيار الهدف تلاثة معيار طبيعة النشاط أربعة مصدر تمويل المرفق خمسة القانون الذي تخطع له المرافق الاقتصادية السؤالي اللي بعديه بيقول المرافق نقط هي اللي بتتسع دائرة نشاطها عشان بتشمل سائر أقاليم الدولة هي المرافق القومية مرفق قومي يبقى بيخدم كل أفراد المجتمع ما بيفرقش بين ناس وناس أو منطقة أو منطقة لأ ده بيخدم كل أفراد المجتمع عشان كده اسمه مرفق قومي يبقى بيخدم كل البلد وبيخدم كل أفراد المجتمع تعالوا بقى نقول في الدرس التاني بتاعنا النهاردة اللي هو إنشاء وإلغاء المرافق العامة أول حاجة هنتكلم عليها إنشاء المرافق العامة عندما تقدر الإدارة من جانبها في ضوء الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إن في حاجة لازم يتم إجبعها في حاجة مراد إجبعها أو عايزين نجبعها إلي حاجات الأفراد وقد بلغت درجة كبيرة من الأهمية يعني ما ينفعش إن احنا ما نعملهاش لا دي حاجة مهمة داخل المجتمع بتخدم مجموعة معينة من الناس أو بتخدم كل الناس وهم عايزين يطلعوا مرفق عشان يخدمهم طبعا ده بالنسبة للجماعة هنا بتتدخل عشان تنظمها وصورة إيه مرفق عام يبقى هنا الدولة أو البالسلطات بمعنى صح لقيت إن في حاجة أو في حاجة معينة لازم يتم إجبعها وهنا بلغت إيه بلغت زروتها يعني لقوا إن لازم يتم عمل مرفق عام لها لأن فعلا الناس محتاجاها طالما الناس محتاجاها قلنا لازم تنظمها في شكل مرفق عام يبقى هنا في الحالة دي هنا الدولة هي اللي بتعملها أو السلطات هي اللي بتعملها طيب نيجي بقى لإنشاء المرافق العامة بياخد أشكال معينة إيه هي؟ استحداث مرفق جديد للوفاء بحاجات الأفراد ما كانش فيه المرفق ده إنما هي كمدولة أو كسلطات هي اللي طلعته كمرفق جديد ليه لإن فيه حاجات جديدة للأفراد طلعت اتنين تحويل مشروع خاص إلى مشروع عامل هو زي التقميم يبقى أول حاجة يا إما إحنا زي ما اتفعنا إن فيه حاجة ملحة في المجتمع للأفراد بناءة عليها بيطلع إيه؟ المرفق ده طيب يا إما بعمل مرفق جديد أنا كسلطات الدولة هو بعمل مرفق جديد يا إما فيه مرفق أو فيه مشروع خاص ولقيت إن الدولة محتاجة جدا ما ينفعش يبقى خاص بقى لازم يخضع لمين للسلطات العامة يبقى في الحالة دي لازم يحولوا المشروع عام عشان يخضع لمين خاص يبقى بيخضع على أشخاص معينة إنما عام يبقى بيخضع لإيه؟ للسلطات العامة يبقى هي دي إنشاء المرفق العامة وهو ده إيه؟ أشكال بتاعتها اللي بتاخدها طيب هنيجي بقى بعد كده الملحوظة مهمة أو يناخد بالنا منها تحقيق المنفع العامة بيقتضي ضرورة الترخيص للجهة القائمة على إدارة المرفق باستخدام وسائل السلطة العامة يبقى تحقيق المنفع العامة هنا إيه؟ بيقول لي إن لازم الجهة القائمة على المرفق ده اللي بتشرف عليه أو اللي بتقوم على الإشراف عليه أو بتقوم على إن هي بتعمله لازم يكون معاها إيه؟ لازم يكون معاها ترخيص من مين؟ من السلطة العامة اللي هي الأساس اللي طلعته لو ما معيش ترخيص يبقى في الحالة دي أنا مش من حق إن أنا إيه أباشر عمل المرفق العام ده طيب هنيجي بعد كده بقى لإنشاء المرفق العام في فرنسا إنشاء المرفق العام من اختصاص مين؟ السلطة التنفيذية دون تدخل من البرلمان نهائي ده في فرنسا إلا في حدود بتتطلب الموافقة على ما يلزم من اعتمادات مالية لإنشاء المرفق العام يبقى الأصل في فرنسا مين؟ اللي بينشئوا مين؟ السلطة التنفيذية طب بترجع بقى للبرلمان إمتى لو هي عايزة اعتمادات مالية ما يفعش هي من نفسها اللي تطلعه كسلطة لا هي لازم ترجع للبرلمان عشان تقوله أنا عايزة اعتمادات مالية عشان أقدر أطلع إيه؟ أعمل المرفق العام ده اتفقنا فين؟ في فرنسا طيب هنتكلم بعد كده بقى عن إنشاء المرفق العام في مصر تعالوا نشوف بإتم إنشاءه من إمتى هنرجع من أول إنشاءه خالص أول حاجة منذ بداية دستور 1923 هنا الملك هو اللي كان بيرتب المصالح العامة يعني إيه؟ هنا بقى الفقه أوضح أو بين لي يعني إيه الملك اللي بيرتب المصالح العامة؟ قال لي إن هذه العبارة بتشمل الإنشاء والتنظيم يعني هنا الملك أو رئيس الدولة هو اللي بينشئ المرفق وهو اللي بينظمه خلاص داخل الدولة وبيقل الإنشاء للمرفق العامة في اختصاص السلطة التنفيذية وبتكونوا ما السلف مين؟ في شخص الرئيس يبقى هنا بيقول لي إن الملك أو الرئيس ده الفقه اللي بيقول لي هو إن الملك أو الرئيس هو اللي بينشئ وهو اللي بينظم المرفق العام في دوق ما يطرق لي إيه؟ من وحاجة الأفراد للمرفق العام داخل إيه؟ الدولة تعالوا نشوف بقى بعد كده رأي آخر من الفقه بيقول لي إن العبارة السابقة اللي احنا لسه قيلنها بتخص بس التنظيم مش لإنشاء ولذلك لا يجزء إنشاء المرفق العامة إلا بقانون أو بناء على قانون هنا الفقه بيقول لي لأ ده فيه رأي تاني من الفقه بيقول لي لأ احنا قلنا الرأي الأولاني بيقول إيه؟ إن الرئيس الجمهورية بينشئ وينظم أما الرأي التاني بيقول لي لأ هو بينشئ إنما مش بينظم إن هو بينظم لكن مش بينشئ القرار طب إنشاءه بقى بيرجع لإيه؟ لنص قانوني القانون هنا هو اللي بيقول فيه قانونهو أو فيه قرار تلع بيقول انها يتم انشاء المرفق ده التنظيم بقى بيرجع لمن الى الملك او رئيس الدولة اتنين بقى دستور 1956 عندي المادة رقم 13 بتقول ايه يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة وهو اللي بيشرف على ادارتها يبقى يعتبر زيه ان الرئيس الجمهورية هنا هو اللي بيصدر القرارات اللازمة عشان يرتب المصالح العامة وهو اللي بيشرف عليها يبقى هو اللي بينشئ وهو اللي بيشرف عليها زي يعتبر ايه المادة الاولين اللي كنا لسه بنتكلم عليها او الدستوري الاوليني طب فيها عندنا ملحوظة تانية بتقول التطبيق العملي هنا اوضح ان كلمة ترتيب بتعني الانشاء والتنظيم معنا يبقى في التعريف الجزء اللي احنا كنا لسه بنقايلينه كلمة ترتيب معناها الانشاء والتنظيم مع بعض طب تلاتة دستور 1971 قال للمادة 146 بتقول ايه ان بيصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق العامة ان رئيس الجمهورية هو اللي بيصدر القرارات وهو اللي بينظم ايه المرافق العامة طب يكون الانشاء بقى والتنظيم للمرافق العامة من اختصاص مين لسه قيلينه هو رئيس الجمهورية من غير ما يكون ليه الحق في التفويد لهذا الاختصاص يعني هو ما بينفعش يفوض حد في اختصاصه ده ده اختصاصك كرئيس جمهورية ماينفعش تقولي انا بفوض مثلا مجلس الشعب يطلعه بفوض ورئيس الوزراء مثلا يطلعه لا هو قرئيس جمهورية هو اللي مختص بإصداره ماينفعش يفوض ايه اي حد غيره طيب الواقع العملي بقى اللي هو العمليا بقى جاء على ان الادارة قد تضطر الى اللجوء الى البرلمان لانشاء المرافق العامة فحالات بيقتضي فيها الانشاء الى وجود اعتمادات مالية زي ما كنا لسه قالين في فرنسا ان هي بتلجأ للبرلمان لو في عندها اعتمادات مالية معينة بيتطلب وجودها عشان اقدر اعمل المرفق ده وتتطلب تدخل البرلمان طبعا عشان يكر الاعتمادات المالية دي يبقى في اعتمادات مالية ماينفعش اطلع المرفق العام من غيرها يبقى لازم يقرها مين مجلس الشعب او البرلمان طب اعمالا بقى للقاعدة الاصولية اللي بتقضي بان التعديل للقانون ماينفعش يكون له بقانون هو انا ينفع انا كفردة هو من افراد الشعب او معدلة قانون من نفسي وامشي بيه وامشي بيه في المجتمع وانفزه طبعا لا القانون بيطلع بايه لازم يطلع بقرار ولازم تعديله كمان يكون بقرار سواء القانون كله او مواد معينة من مواد القانون اللي احنا عارفين طبعا ان القاعدة القانونية بتقوم�� قصم together طيب نيجي بقى بعد كده لالغاء المرفق العامة يتم الغاءها ازاي خلصت الحاجة اللي احنا بناء عليها طلعنا القرار او المرفق العام ده خلاص يعني احنا طلعنا كان فيه مرفق عام معين زي ما قلنا بيخدم افراد المجتمع طلعنا بناء عليه مرفق عام او طلعنا بناء عليه قرار بالانشاء خلصت أو انتهت الحاجة ليه هنا السلطة المختصة هي اللي بتتدخل بإلغاءه اللي هي السلطات العامة ليه مش هي السلطات العامة اللي طلعت القرار ده أو هي اللي عملت المرفق ده أو هي اللي أنشأت المرفق ده يبقى لما يجي نلغيني من اللي يلغيه هي نفس السلطة العامة هي اللي طلعت القرار وهي اللي بتلغي القرار من عندها طيب يتم الإلغاء بقى بنفس الأداء أو بنفس الطريقة اللي تقرر بها الإنشاء لو تم إنشاء المرفق بقانون هيلغى بقانون. لو تم انشاءه الجهة التي انشقته هي اللي بتلغيه. لو المرفق المنشأ بقرار جمهوري هيتم إلغاءه بنفس الاداة. يبقى لو اتعامل بقانون هيتلغى بقانون. لو اتعامل بقرار جمهوري هيتلغى بقرار جمهوري. لو فيه جهة او مؤسسة او هي هي اللي طلعت القرار يبقى مين اللي هيلغيه هي نفس المؤسسة. انا اللي مسؤولة عن القرار يبقى أنا المسؤولة عن إيه? عن إلغاءه. طيب. وذلك دون أن يكون لأحد ما فيش أي حد من أفراد المجتمع أو أي سلطة أو أي جهة لها أن هي تتدعي بوجود حق مكتسب لها. يعني تقول ده حق إليه ما ينفعش يتم إلغاءه. أو تقول إن يعني عايزها يستمر ما ينفعش يتم إلغاءه أو ما ينفعش يتلغي. وذلك من الأفراد أو الجمهور أو المستفيد من مرفق العام. أنا مليش الحق إن أنا أقول إيه? لأ ما تلغوش القرار. أو مليش الحق إن أنا أقول إيه? لازم القرار يتم الإبقاء عليه. يعني لازم يفضل موجود زي ما هو. ده مش من حق ولا كفرد ولا كمؤسسة ولا كجهة ولا كجمهور. لأن الجهة اللي أصدرته هي اللي الوحيدة اللي لها لحق تقول إيه? إنها تلغي. ولو أنا ادعيت أمام المحاكم. هنعرف دلوقتي. إن أنا كفرد من أفراد المجتمع أو كجمهور. إن أنا مش عايزها يتلغي. يعتبر إتدعاء باطل لإن حي الجهة اللي هي اللي طلعته هي اللي بتلغي زي ما لسه قائلين. طيب زي ما لسه قائلين قلنا الأسباب بتاعته أو اللي هي بيتم إلغاءه. أزاي؟ طيب السبب بقى في ده إيه وإن الإدارة بتتمتع هنا بسلطة تقديرية. هي اللي لها السلطة تقديرية في الانشاء وليها السلطة التقديرية في الإلغاء. هنا السلطة اللي طلعته ليها سلطة تقديرية يعني ايه يعني بتقول ايه ايوة انا شايفني في حاجة في المجتمع الافراد عايزين مرفق معين فطلعت لكم قرار بايه بان في مرفق معين يخدمكم طيب خلصت الحاجة ليه خلاص احنا كافراد مش محتاجين المرفق ده يبقى ايه اللي بيحصل هنا بقى السلطة او الادارة اللي طلعت القرار لها سلطة تقديرية في انها تقول ايه خلاص انا هلغي المرفق لأن ما بقاش في حاجة في المجتمع أو ما بقاش الأفراد محتاجين إيه إن هم يستخدموا المرفق العام ده طيب نجي بقى بعد كده لمبادئ المرافق العامة إيه هي المبادئ؟ هنقول لهم بعد كده هنشرح كل واحد مبدأ استمرار سير المرفق العام مبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ مساوات المنتفعين أول حاجة مبدأ استمرار سير المرافق العامة من أهم المبادئ اللي بتحكم سير المرافق العامة هو ضرورة قيام المرفق العام بأداء الخدمة أو الخدمات بانتظام واضطراض يعني واستمرار باعتبار أن الخدمات دي بتعد جوهرية طبعا في حياة الأفراد وبيتلتب على انقطاعها خلل أو اضطراب في حياتهم ما هو المرفق العام ده طالع ليه؟ عشان يختم الأفراد طب لو انقطع أو اتلغى من غير سبب أو لو كنا لسه احنا محتاجين وتم إلغاءه أو ما كانش بيعمل في الحاجة دي في الحالة دي يحصل إيه؟ هيحصل إنها يتم عمل اضطراب أو هيحصل خلل داخل إيه؟ داخل المجتمع للأفراد دي اللي هي بتستخدم إيه؟ المرفق العام طيب وبالتالي من واجبات السلطة بقى الإدارية إن هي تعمل في كل وقت على ضمان دوام سير المرافق العامة وإلا في إنها تكون قد أخلت بواجباتها إذا إيه الأفراد يبقى أنا كسلطة عامة مش أنا هو اللي طلعت القرار بالمرفق العام أو أنا اللي قلت إنها يبقى فيه مرفق عام يبقى لازم أضمن إيه؟ إن هو يتعامل إن هو يشغال بشكل مستمر وإن هو شغال بشكل منتظم وبشكل كويس بحيث إن هو إيه؟ يحقق الغدف أو الهاية الغاية بتاعته أو الهدف اللي هما إيه؟ خدمة الأفراد أو خدمة الجمهور يبقى أنا واجباتي إيه؟ كسلطة عامة أو كسلطة أنا اللي طلعت القرار بإنشاء المرفق الإداري إن أنا أشرف على تنظيمه أو أشرف على عمله بشكل إيه؟ مستمر عشان يخدم أفراد إيه؟ المجتمع طيب نجي بقى بعد كده لنتائج مبدأ استمرار سري المرفق العام في مجال الوظيفة العامة حرص المشرع على تنظيم الإدراب في مجال الوظيفة العامة حرص المشرع على تنظيم الاستقالة هنتكلم عن كل واحد لوحده طيب في مجال بقى العقود الإدارية ساغل قضاء نظرية ظروف الطرقة وفي مجال حماية الأموال المرفق العام بعدم جواز الحجز عليه هنتكلم عن كل واحد أول حاجة الإضراب الإضراب كده بشكل سريع اللي هو إيه إحنا كمجموعة من الأفراد بشرط تكون أكتر من ثلاثة عشان يبقى اسمه جماعي أو عمل جماعي إحنا مش بنستقيل أو إحنا مش نيتنا نستقيل من الشغل لا إحنا بنعمل إضراب عشان نضغط على جهة الإدارة إن هي تعمل إيه تحقق لنا مطالب أو حاجات معينة إحنا عايزينها يبقى ده اسمه الإضراب اللي هو وسيلة أكثر شيوعا لتعبير الموظفين عن آراءهم بصدد المشاكل أو الصعوبات اللي بتكون متعلقة بيهم أو اللي بتحصل لهم داخل جهة الإدارة طيب الإضراب بقى زي ما لسألين هو عمل بيكون موجه أو بيكون المقصود منه إيه جهة الإدارة عشان يضغطوا عليهم يحقق لهم المطالب اللي هم عايزينهم طيب أثاره بتؤدي إلى إيه طبعا تعطيل العمل في المرفق والمشروعات العامة ويؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي ما طبيعي طالما فيه إضراب هيبقى فيه عمل شغال فيه إضراب جوا المصنع فيه إضراب جوا الشركة هيبقى فيه إنتاج طبعا لا يبقى العمل بيبقى متوقف داخل الجهة دي أو متوقف داخل المؤسسة دي يبقى بيؤثر على إيه بيؤثر على الاقتصاد ويؤدي إلى مضايقات طبعا كتيرة لأفراد الجمهور اللي بيكون متعلقين بالمرافق العامة دي أنا في مكان بتعامل مع جمهور بخلص لهم خدمات مثلا الشهر العقاري أنا بخلص لهم أوراق بخلص لهم خدمات طب لو إحنا عملنا إضراب هنا هيحصل إيه للجمهور اللي جايين عايزين يخلصوا وراءهم هيحصل لهم مضايقات نتيجة إيه تعطيل أعمالهم طيب تعريف الإضراب بقى زي ما لسه قيلينه هو توقف كل أو بعض العاملين في مرفق معين أو أكتر عن إنهم يبشروا العمل دون أن تنصرف نيتهم لإيه إنهم يتخلوا عن وظيفتهم نهائيا لهيه الاستقالة وإنهم بيقصدوا هنا إيه الضغط بس على الإدارة عشان يحققوا مطالب معينة تحسينا لظروفهم المعيشية أو لشروط العمل طبعا نصر الإضراب بقى يتسم بالصفة الجماعية يعني إيه يعني ما ينفعش يكون واحد بس يقول أنا بعمل إضراب لا ممئن بيكون أكتر من ثلاثة بيقولوا إن إحنا هنعمل إضراب لازم يكونوا ثلاثة أو أكتر حيث يمتناعا للعمل من جانب بعض العاملين أو إيه أو كلهم وهنا بتظهر نيتهم زي ما لسا قيلين في عدم ترك العمل بصفة نهائية وإلا دا يعتبر إيه استقالة إحنا لو سيبنا العمل يبقى دا اسمه استقالة إنما إحنا مش بنسيب العمل إحنا بنقول بس إن إحنا بنضرب عن العمل لحدا ما تنفذونا المطالب بتاعتنا عشان تحسين شروط العمل أو تحسين إيه الحالة المعيشية أو الاجتماعية للأفراد طيب الغرض بقى أو الأساس من الإضراب هما ليه بيعملوا إضراب هو الضغط على جهة الإدارة زي ما لسا قيلين عشان يحقق لهم المطالب اللي بتتعلق بالعمل أو بالوظيفة ولا يستخدم الإضراب لتحقيق أهداف طائفية أو حزبية إحنا هنا ما عندناش أهداف أو غايات حزبية أو طائفية لا هو هنا إحنا بنحقق غايات تخص الأفراد اللي شغالين فين داخل المكان دا أو داخل المؤسسة دي طيب حكم الإضراب بقى في مصر المشرع المصري هنا بيميل لإيه؟ إلى تغليب احترام مبدأ سن المرافق العامة بانتظام واستمرار طبيعي المشرع عايز العمل يتم بشكل إيه؟ في هدوء واستمرار وانتظام ما يبقاش فيه أي مشاكل لذلك ذهب إلى حد جعل الإضراب جريمة بيعاقب عليها القانون ماهي لو دا جريمة بيعاقب عليها القانون يبقى أنا كفرد في المجتمع أو كفرد شغال في مكان هعمله؟ لا هخاف من إيه؟ من عقاب القانون لحط المشرع ليه بقى المشرع هنا ممكن يجيني مثلا في الانتحان سؤال بمتفسر؟ ليه هنا المشرع؟ حط إعقاب قانوني لعملية الإضراب عشان هو بيغلب العمل في هدوء واستمرار وانتظام بشكل إيه؟ كويس داخل العملية إيه؟ داخل عملية داخل المكان اللي يتم فيه العمل طب شدد المشرع بقى عقوبة الإضراب إذا وقعت من ثلاث موظفين أو أكتر في حالة إن هم اتفقوا على الإضراب عشان يحققوا هدف مشترك ولم يكن هناك اتفاق بينهم حتى ولو ما كانش في اتفاق بينهم سواء متفقين أو مش متفقين فشدد عليهم العقوبة طيب المشرع هنا ذهب إلى حد تجريم ترك العمل اللي بيتم من جانب موظف واحد حتى ما تتبين إنه ذلك كله بقصد إيه؟ الإخلال بانتظام العمل أو عرقلة السير وبالتالي أي موظف بيسيب العمل بيطرق العمل هدفك إيه؟ العمل ده هدفه إيه؟ أو الموظف ده هدفه إيه؟ إن هو يعرقل العمل أو يخل بانتظام العملية داخل إيه؟ داخل المؤسسة هنا برضو المشرع بيقول إنه بيطبق عليه القانون أو بيطبق عليه عقاب ليه؟ لأن إنت إيه هدفك أو إن نيتك من ترك العمل إن إنت بتخل بنظام العمل وبتعرقل سير العملية إيه؟ داخل العمل طيب العقاب بقى بيشمل كل من قمه بالتحريد على الإضراب أنا ممكن كموظف أنا بحرط بقية الموظفين وبنشر الفكرة داخل إيه؟ داخل المكان اللي أنا شغالة فيه عشان كل الأفراد تعمل إضراب معايا ما بقى شانا الوحدي لا ده أنا عايزاكوا كلكم تعملوا إضراب معايا يبقى الشخص اللي إيه؟ اللي بيحرط بقية الأفراد هو كمان العقاب بيشمله ويشدد كمان عليه إيه؟ العقاب طب قرر المشرع بقى أنه بيتم مضاعفة العقاب على الأفراد الذين يزيعون يزيعون بيانات أو أخبار عن الإضراب بأي طريقة أيا كانت الوسيلة سواء كان بيزيع أخبار أو بينشر أخبار صحيحة أو كانت أخبار كذبة مجرد أخبار بيقولها سواء صحة أو غلط أو مجرد أنه هو بيعمل مثلا إيه؟ بيعمل مثلا عرقالة للعمل أو بيعمل مثلا إيه؟ مجرد شوشرة داخل العمل سواء كان ده صح أو كان غلط القرار اللي بيزيعه مجرد أن أنت زعته كموظف بيطبق عليك إيه؟ العقاب لا ده أنت بيضاعف عليك العقاب لأن أنت اللي عملت إيه؟ أنت اللي زعت الخبر داخل الجهة دي عشان يتم عرقالة العمل أو وقف العمل إيه؟ داخل المؤسسة طب في النهاية بقى المشرع المصري مطالب بالتدخل من أجل إلغاء النصوص اللي بتكون واردة بقانون العقوبات التي تجرم حق الإضراب على أن يحل محلها نصوص تشريع أخرى بتنظم ده هنا القانون المشرع بيقول لي إيه؟ طب أنا هقطلكوا قانون بينظم لكم عملية الإضراب عشان ما يتمش إيه؟ فرض عقوبة على الأفراد يبقى أنا بطلع قانون بقول إيه؟ أو بطلع قرارات بتنظم عملية الإضراب بتحددها لكم أو بتقننها بمعنى إيه؟ أصح لا مانع من وضع القيود القيود دي بتكون مناسبة على ممارسة الحق ده بما يسمح بالتقليل من مخاطره وهو مبدأ سير المرافق العامة بانتزام طبعا واستمرار وإيه؟ والاقتصاد القومي طب تنظيم بقى الاستقالة الاستقالة اللي هي إيه الأول نعرفها؟ الاستقالة هي قيام الموظف العام بإن هو يطرق وزفته اختيانا منه يعني أنا هل سبت الوظيفة بصفة نهائية أنا مش أكمل في الوظيفة دي وده حق طبعا بيتجهوني القانون أنا من حق أن أنا سيب الوظيفة ولكن عشان يتم دمان سير المرافق العامة يجب التوفيق بين هذه إيه؟ بين المصالح بين مصلحتك أنت كموظف وبين مصلحتي أنا إيه؟ كجهة عمل هنا المشرع وضع قيود وهذا بتقول إيه؟ عدم انقطاع العلاقة الوظيفية للموظف عن العمل إلا بعد قبول الاستقالة من السلطة المختصة ماينفعش تسيب العمل أنت كموظف إلا بعد إيه؟ ما السلطة تقول إن هي موافقة على الاستقالة أو تقول إن أنا بالفعل مضيط عليها بالموافقة وما عندش الاعتراض إن أنت إيه؟ تسيب العمل طيب البت بقى في طلب الاستقالة من الجهة لازم يكون خلال إيه؟ تلاتين يوم ممكن تجيني السؤال أكمل يبقى البت في الاستقالة بيكون خلال تلاتين يوم من إمتى؟ من تاريخ تقديم الاستقالة دي من الموظف للجهة الإدارية وإلى عدم الرد خلال هذه الفترة بيعتبر إيه؟ استقالة ضمنية بيعتبر موافقة ضمنية أنا قدمت لك الاستقالة أنا كشخص أهو موظف قدمت الاستقالة لجهة الإدارة معايا تلاتين يوم يتم البت فيها يعني يتم الفصل في القرار موافقين أو مش موافقين طيب لو عدت تلاتين يوم وجهة الإدارة ما قالتش رأيها أو ما ديكنيش قرار ده يعتبر إيه؟ موافقة ضمنية على إيه؟ على الاستقالة طيب ثالث حاجة بقى نظرية الظروف الطريقة هي نظرية بتحكم العقود الإدارية وهي أنه بيطرق خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف بتكون خارجة عن الإرادة عن إرادة مين بقى؟ المتعاقدين ولم تكن متوقعة عند التعاقد بتؤدي إلى جعل تنفيذ القرار ده إيه؟ أمر مرهق للمتعاقد مع الإدارة يعني ماينفعش القرار ده يتنفذ أو ماينفعش القرار ده يتعامل ليه؟ تنفيذه فيه إرهاق لمين؟ للفرد وللإدارة لأن هنا حصل ظرف طارق أو ظرف قهري بيمنعني من إيه؟ من التنفيذ هنا يكون المتعاقد من حقه أنه هو يطالب بتحميل جزء من مين؟ من الخسارة إلى الإدارة حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ إيه؟ العقد يبقى هنا بيحمل الإدارة جزء من الخسارة دي ليه؟ عشان بيقولهم اتحملوا معايا جزء من الخسارة عشان أقدر أنفذ العقد أو عشان أقدر أكمل العقد ليه؟ لأن إحنا لسه قلنا هنا فيه ظرف طارق أو فيه قوة قهرة كان تنفيذ العقد بالشكل القانوني اللي إحنا عارفينه أو المعتاد أو بالشروط القانونية هيبقى فيه إرهاق لمين؟ للفرد وللجهة الإدارة إنما هنا بيقول للمتعاقد بيقول لجهة الإدارة اتحملوا معايا جزء من الخسائر عشان أقدر أنفذ إيه؟ القرار أو عشان أقدر أكمل إيه؟ القرار ده أو إيه؟ أو أقدر أنفذه طب لدمان بقى لدمان سن المرافق العامة بانتظام واستمرار وعدم توقف الملتزم عن تنفيذ التزامه أخذ المشرع المصري بنظرية الظروف الطارقة وده في المادة الستة من القانون رقم 129 لسنة 1947 طب بتقول إيه؟ إذا طرقت ظروف لم يكن من المستطاع تمام؟ إذا طرقت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمنح الالتزام فيها أو الملتزم وأفضت إلى الإخلال بالتوازن بقى لهو المالي أو إلى تعديل كيانه الاقتصادي يبقى هنا يعتبر إيه؟ فيه ظروف طارقة من معنى صحي إن هي ما كانتش بتخلي مش في استطاعة الشخص إن هو إيه؟ يتوقعها ولا إن هو إيه؟ يمنعها طب جزة بقى للإدارة إن هي تعدل قوائم الأسعار إذا اقتضى الحال يعني فيه أي ظروف أو فيه حاجات بمعنى صحي بتخلي جات الإدارة بتعدل الأسعار وبيتم تعديل أركان تنظيم المرافق العامة وقواعد استغلاله لتمكين من الملتزم إن هو يستمر في استغلاله ولده منصر المرافق العامة بانتظام يبقى جات الإدارة هنا لقيت إن فيه الأسعار مثلا عالية فالأفراد مش هتقدر إنها تشتري منها المنتج ده أو مش هتقدر تتعامل معها بالأسعار دي فجاعة الإدارة بتعمل إيه؟ بتقفض الأسعار لإن لقيت إن فيه ظروف طارقة أو فيه ظروف قهرية أو فيه حاجات بتخليها تغير الأسعار تقللها ليه؟ عشان تخلي الأفراد يتمكنوا أو يستمروا من إيه؟ من التعامل معاها أو من إيه؟ من العمل معاها في ظل الظروف إيه؟ أو في ظل ظروف الطرقة اللي طرقت إيه عليهم وأن يطالب المتعاقد بالتعويض وأن المتعاقد لا يعفى من التزامه تمام وأن يطالب المتعاقد بالتعويض وأن المتعاقد هنا لا يعفى من التزامه إلا في حالة إيه القوة الكهرة يبقى هنا في حالة القوة الكهرة بيقول لي أن المتعاقد بيطالب بالتعويض وأن هنا المتعاقد مش بيعفى من التزامه أنا هنا مش بعفيك من التزامة لا هنا حتى على الرغم من أن فيه ظروف أن في الظروف القهرية بس أنا هعفيك من التزامة أو هنا بطالب المتعاقد بأن هو يعوض يبقى هنا أنا بطالب المتعاقد بأن هو يعوض أو بطالب منه التعويض وأن المتعاقد هنا مش بيعفى من التزاماته إلا في حالة القوة القهرة طيب هنتكلم بقى بعد كده عن عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام استقر كل من الفقه والقضاء على عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة ما هي دي أموال مرافق عامة يبقى يتم الحجز عليها إزاي طبعا ما ينفعش يتم الحجز عليها لأنها أموال مرافق عامة سواء كانت بقى بتضار بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر يبقى في الحالة دي ما ينفعش يتم الحجز عليها أيا كانت الوسيلة اللي بيتم بها الإدارة سواء كانت بتتم بشكل مباشر اللي هو الإدارة أو سواء يتم الإدارة بشكل غير مباشر ليه؟ أو ممكن يجي لي برضو سؤال بي ما تفسر ليه؟ هقوله الإجابة لأنها تعتبر مرافق عامة ولا يجوز الحجز عليها ما ينفعش أحجز على المرفق العام طيب اللي استقر هنا أو اللي قال كده مين هو الفقه والقضاء طيب لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المقصصة لإدارة المرافق العامة يبقى ما ينفعش يتم الحجز ولا يتم اتخاذ إجراءات تنفيذ إن ما ينفعش يتم الحجز والتنفيذ عليها أو أيا كانت وسائل التنفيذ التانية على المنشآت والأدوات دي والمهمات دي طالما هي مخصصة لإيه؟ لمرفق عام أو طالما هي مخصصة لإدارة مرفق عام أو طالما هي مخصصة لإدارة مرفق عام بيخدم مين؟ الجمهور أو بيخدم الأفراد يبقى في الحالة دي ما ينفعش إيه؟ ولا يتحجز عليها ولا يتم التنفيذ عليها بأي وسيلة من وسائل التنفيذ أو بأي شكل من أشكال التنفيذ ليه؟ لأنها بمهمات أو بتخدم إيه أو مخصصة إيه للمرافق العامة طيب هنجي بقى بعد كده لمبدأ قابلية المرافق للتغيير السلطة الإدارية لها حق التدخل بإرادتها المنفردة لتغيير وتطوير سر المرفق مين اللي طلع المرفق؟ السلطة الإدارية أو السلطة العامة زي ما اتفقنا في أول الدرس قلنا مين؟ السلطة العامة هي اللي طلعت القرار؟ يبقى مين اللي من حقه يلغيه؟ وليه حرية مطلقة في الإلغاء؟ مين؟ السلطة العامة هي اللي طلعته وهي اللي لا الحق إنها تعدله، تجدده، تطوره تشين منه بعض الحاجات تزود عليه حاجات عشان تيه؟ عشان تخدم أفراد المجتمع يبقى السلطة الإدارية هي اللي لا الحق في الإنشاء وليه الحق في التطوير ليه الحق في الإلغاء ليه بقى؟ أو بناءنا عليها هي بتعمل كده نتيجة رؤيتها لحاجات الأفراد إيه داخل المجتمع يبقى هي بتشبه حاجات المجتمع بإنها بتنشئ القرار ده أو إنها بتنشئ المرفق ده وبرضه نتيجة حاجات المجتمع هي بتعمل إيه بتلغي أو بتخليه مستمر أو بتشرف عليه عشان يبقى يشتغل بإيه بشكل مستمر ومنتظم زي ما لسه قايلين أو بتطوره أو إيه أو بتلغيه وزي ما اتفقنا إنها لما بتلغيه هل من حق الفرد أو الجمهور إن هم يقولوا لأ مش عايزين ويتلغي مش من حقنا لإن هي اللي ليها الرؤية أو هي اللي ليها السلطة في إن هي تنشئ وهي اللي ليها السلطة في إنها إيه تلغي طيب إيه اللي بيحصل هنا بقى بيتم التطوير اللي هو سير المرفق العامة إيه بما يتلاقم مع الظروف والمتغيرات اللي بتطرق على إيه على المجتمع زي ما لسه إيه قايلين يبقى هي بتشوف الظروف أو بتشوف اللي بيحصل في المجتمع أو بتشوف حاجات الأفراد في المجتمع وبناء على حاجاتهم بتعمل ايه بتنشئ بتلغي بتطور بتوقف بتقلل مثلا أو بتقنن مثلا الخدمات اللي بيقدمها المنشأ ده أو المرفق ده ليه لأنه هو أصلا طالع لخدمة الأفراد في المجتمع يبقى هي لازم ترجع للمجتمع تشوف الأفراد عايزين ايه وبناء على رؤية الأفراد بتعمل ايه بتقننه أو بتلغيه أو بتطوره أو بتنشئه خلاص طيب لهن بقى لهن المرفق العام أو المرفق العام مثل اي شيء اخر بيخضى عليه التغيير الدائم في الحاجات المتجددة لجهود المنتفعين وإلا فقدت مبررات وجوده ما هو لو هنا عندي المرفق ده مالوش اي سبب في وجوده يعني مالوش سبب في وجوده يعني هنا أفراد المجتمع مش عايزينه يعني مالهمش حاجة فيه مش محتاجينه مش فارع معاهم ان المرفق ده موجود ولا لا ما بيخدمناش بمعنى صح يبقى في الحالة دي ايه لو كان المرفق ده ما بيوكبش تطور المجتمع يعني برضو تطور المجتمع كل ما حاجات الافراد بتتطور كل ما المجتمع بيتطور حاجات الافراد ايه بتزيد وبتتطور وبيبقوا عايزين حاجات اكتر يبقى الزيادة في عملية في الحاجات دي ايه بيترتب عليها ايه تطور المجتمع تطور المجتمع بيترتب علي ايه زيادة حاجات الافراد للخدمات العامة والزيادة دي اللي هي ايه اللي هي ان بيتطور هم كمان حاجاتهم لحاجات معينة في المرافج دي لما الجهة الإدارة دي أو السلطة بتلاقي أن الأفراد دي مش بيحتاجين المرفق ده خلاص لبق احتياجاتهم أو أشبع احتياجاتهم فهم مش عايزينه في الحالة دي بتعمل زي ما لسه قيلين بتلغيه أو بتقننه أو بتقلل الحاجات اللي ايه كل الحاجات اللي موجودة في المرفق ممكن تلغي بعضها وتسيب البعض الآخر زي ما لسه قيلين يبقى هنا المرفق العام زي أي مرفق أو أي شيء آخر بيخضع للتغيير الدائم في الحاجات المتجددة لجهود المنتفعين وإلا ايه هو مالوش سبب في وجوده أو مالوش أي داعي لوجوده طب وذلك عن طريق ايه تعديل اللوائح والنظم الخاصة بالمرافق العامة دون أن يكون المنتفعين بالخدمات دي أو العاملين بيها حق الاعتراض على ذلك أو إقامة دعوة قضائية زي ما لسه قيلين مش بالحقهم يقيموا دعوة قضائية يطلبوا بيها ايه بإبقاء المرفق ده أو ما يطلبوا بيها بعدم تغييره ليه لأن احنا لسه قيلين ان السلطة مين القانونية السلطة العامة أو السلطة الإدارة هي اللي طلعته فهي اللي بتنغيه فهي اللي بتعمل ايه بتطوره وبالتالي وفقا للقانون يكون لمانح الالتزام دائما متى اقتضت ذلك المنفع العامة إن هو بيعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المتنظيم المرفق العامة أو قواعد استغلاله وقوائم الأسعار الخاصة به مع مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل طيب هنتكلم إن شاء الله على مبدأ مساواة المنتفعين بإذن الله في الحصة الجاية وبكده احنا نكون خلصنا درس المرافق العامة وهنتكلم إن شاء الله على جزء الأخير ده في الحلقة الجاية إن شاء الله من شرح مادة لوائح المالية والإدارية وزي ما احنا متفقين إنها مستنية كل أسئلتكم واستفساراتكم فأي وقت على موقع قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب وأي سؤال إن شاء الله مستعدة للإجابة عليه في أي وقت بتمنى لكم من كل قلبي نجاح والتوفيق وإلى اللقاء